ولسه لنا كلام على الراديو تسعين تسعين ولسه معكم امام مختار ومكملي لحد الساعة تمانية مساء تروا التواصل من البداية 1-99 لأسم أست لفنة 2-18-10-8-66 والفان بيج فيسبوك سلاش الراديو تسعين تسعين نرحب بنجمتنا الموجودة معانا النهاردة لأول مرة وحصري على الراديو تسعين تسعين النجمة باسانت يوسف خبيرة الأبراج والفلك والتارو مسائل فل عليك مسائل جمال يا امان أهلا بيك يا حبيب من ورانا على الراديو تسعين تسعين نمرك يا حبيب نمرك يا حبيب وانتي شايفة ده من بداية دخولك الراديو كل زملائنا وكل نجمنا يعني قاعدين معاكم شاعدين يسبوك وانا مش عايزة سيفكم وبجد انا مبسوطة مساعدة ما دخلت الستوديو حبيبية قلب نقرب المايك شوية نقرب المايك أيضا طيب النهاردة هنتكلم لكل مستمعينا عشان يبقوا معينا النهاردة هنتكلم عن برج الجوزاء نقوله كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب وعبال مليون سنة والنهاردة قررنا ان احنا نتكلم عن برج الجوزاء اللي هو اليومين دول بيحتفل بعد ميلاده خلينا في البداية كده باسانت عايزين نقولي الاول طبعا برج الجوزاء السنة دي معانا دي معلومة مش فاهمها يعني هو مفوض من 21.5 ل21.6 انت قلت دي السنة دي من 20 مايو ل20 يونيو تمام هو بيختلف كل سنة لسنة بنختلف بيفرق معانا لما بنعدي على سنة كبيسة بيبقى فبراير 29 يوم فبيفرق طبعا في السنين اللي بعدها اليوم ده يعني دايما كل سنة كل برج لازم يتأكد هو ابتدى يوم ايه بالزبط بتفرق يوم او يوم ايه طيب يا برج الجوزاء ويا جوزائيين عايزين نيعرف بقى صفات برج الجوزاء الجوزائيين دول عبارة عن ايه طيب هم مبدئيا من احلى ابراج الزوديك خليني بس اقولك معلومات الاول خاصة بالبرج نفسه انه برج الجوزاء بيعتبر اول برج هوائي في دايرة البروج بيبتدوا بالجوزاء وبعدين الميزان وبعدين الدل تمام يعني جوزاء هوائي من عنصر الهوى لانه فيه ابراج طبع عنصر النار وعنصر الطراب وعنصر المية اوكي فهو الهوى وده قصة تاني خالص حنبقى نتكلم فيها يعني برج هوائي ايوة وده حاجة مهمة جدا بالذات بالنسبة للجوزاء هو كمان اول برج متحول ده معنى متأقلم او متكيف وزميله في الطبيعة دي ابراج العزراء والقوس والحوت بمعنى انه ممكن يتأقلم على اي وضع واي ظروف مدام هو عايز كده اوكي هو تالت ابراج الزودياك او احنا بنقول عليه تالت بيت من بيوت الزودياك البيت الخاص بالتواصل مع الاخرين الخاص بعلاقتنا باصدقائنا بالناس القريبين منا بمعارفنا باخواتنا بجراننا بقريبنا البيت الخاص بحركتنا اللي دايما من اليومية السفر القصير المشاوير البيت الخاص كمان بالدراسة والدراسة بالذات في المراحل الاولى قبل الجامعة البيت الخاص بالتفكير وبالابداع فكل دي حاجات خاصة بالبيت التالت اللي هو بيحكمه برج الجوزاء في الزودياك تمام ليه دايما برج الجوزاء مظلوم مظلوم دايما يقولك جوزائي يعني أنت جوزائي يعني أنت عندك انفصان في الشخصية يعني دلوقتي بشخصية وبعد شواء بشخصية يعني اللي بيتعامل مع برج الجوزاء دايما بيشتكوا منهم يقولك أنا بتعامل مع شخصيات كتير ودايما ما تفهميش كلمة جوزاء دي كانها اشتيمة يعني لا يمشي اشتيمة وعلى فكرة هو اذا عرف السبب بطل العاجل احنا النهار ده هنعرف السبب اصل السبب واصل الحكاية في اسطورة برج الجوزاء في الاساتير الرومانية والاغريقية كل برج دي الاسطورة بتاعته اللي بتتضمن خصائص ومواصفات البرج ده ففيه شخصيتين في الاساتير اسمه كاستر اوبولكس دول كانوا توقم كاستر ووبولكس كانوا اولاد زيوس سوري بولكس كان ابن زيوس وكاستر كان اخوذ توقم من بشري يعني كاستر كان بشري وبولكس كان الهي يعني اله وبشري الالهي وبشري الاتنين كانوا توقم وكانوا ما بيتفرقوش في كل الحكايات كان ليهم دور او في الحكايات المهمة كان ليهم ادوار مع هراقل ومع اغكيل ومع كل شخصيات الكبيرة دي كاستر ووبولكس كان ليهم دور معاهم في مغامراتهم وكانهم متعلقين ببعض جدا يا إيمان وما كانوش بيفترقوا واحد فيهم كان متخصص في ترويد الخيول كان بارع جدا اللي هو كاستر اللي هو البشري الآخ الثاني كان عنده قوة بدنية وكان بيحب المسارعة والملاكمة والحاجات اللي بتبرز قوته البدنية دي ما كانوش بيفترقوا لحد ما خادوا مغامرة من مغامرات الأساتير إياها وتقتل فيها كاستر اللي هو البشري بولكس حزن عليه جدا وحزن على فراؤه وطلب من زوس أنه هو يحوله لبشري هو كمان علشان يموت ويروح مع أخوه في مملكة الموت تحت الأرض طبعا زوس ككبير الآلهة رفض تماما أن ابنه يتحول لبشري فوصلوا لحل وسط أنه كاستر وبولكس يجتمعوا هما اللي اتنين مع بعض يوم يقضوه تحت الأرض في مملكة الموت ويوم يقضوه فوق السماء في مملكة الآلهة فبقى عندنا تلت شخصيات الشخصيتين اللي عايشوا على الأرض وبعدها الشخصيتين اللي بيعيشوا تحت الأرض والشخصيتين اللي بيعيشوا فوق السماء فأكتش والي إحنا بمتعامل مع تلك أشخاص مش مع شخصيتين من بورج الجوزان أنا أول مرة أسمع الحدوتة دي الأساطير جميلة الأساطير فيها أصل كل حاجة آه يا عشان كده بقى فعلا تحسيه شوية حالم شوية تحت الأرض مكتئب ومودي ومالوش مزاج ومالوش مزاج يعيش أصلا وعصبي ونيكا دي منكد على نفسه وعلى اللي حواليه وشوية تلاقيه هو الفرفوش اللي دمه خفيف اللي بيحلي الأعداء وبيخلي الناس كلها وشوية تلاقيه الحكيم اللي بينصحه بيقول كلام إيه ده عجب وتلاقيه بيعمل كل حاجة هو مالتي تالنتد ومالتي تاسكر ومفيش حاجة بتقف أصادك ده برج الجوزاء ده برج الجوزاء الجميل اللي أنا بحبه الجميل برج الجوزاء زي أي برج بيتكون من ثلاث عشريات وزي ما ليه خصائص عامة فالعشريات كمان ليهم الخصائص بتاعتهم أنا بس هحدد لك موعيد الثلاث عشريات احنا نحدد موعيد الثلاث عشريات والنبتدي من اللينك اللي جاي بقى يعني نطلع أغنية وبعده كان كم بس نحدد الأول عشرية العشرية الأولى بتبتدي من 21 مايو لواحد يونيو ده بتبقى واخدة كمان من خصائص كوكب المشتري كوكب الحظ وساعد الصعود العشرية التانية من 2 ل11 يونيو بيحكمها كوكب المريخ العشرية التالتة من 12 ل21 يونيو بيحكمها كوكب الشمس تمام وطبعا المريخ ليه طبيعته والشمس الليها طبيعتها ده أكيد خليني أقولك حاجة كمان قبل ما نطلع بسرعة إنه كوكبه عطارد معدن الزئبق حجره اليقوت الأصفر والعقيق ولكن أنا بفضل إنه يستخدم حاجة معاكسة تماما لطبيعته فيستخدم اليقوت الأزرق واللق أنا